نظمت مؤسسة حياة كريمة أولى الندوات التوعوية الطلابية بجمعات أسيط تحت عنوان تعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات بحضور أكثر من ألفين طالب وعدد من أعضاء هيئة التدريس تأتي الندوة في إطار سلسلة من الندوات التوعوية التي تنظمها مؤسسة حياة كريمة داخل الجامعات بجميع محافظات الجمهورية لنشر قيم العمل التطوعي والخدمة المجتمعية لدى شباب الجامعات في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة أكد الأستاذ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيط أن المبادرة تعد أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر الحديث وتعمل على دفع عجلة التنمية المستدامة النهاردة نحن جايين بنشرح للشباب نشرح للطلاب إيه حياة كريمة إيه الأهداف إيه المحاور اللي احنا شغالين عليها مهم جدا أن يكون طلاب عارفين كل المحاور دي وعارفين وملمين بكل الأهداف لأن المشروع هو المشروع القومي الأضخم احنا النهاردة موجودين في جامعة الصوت مع الطلبة هنعمل عملية شرح لمبادرة حياة كريمة كل هدفنا النهاردة إن شاء الله أن نجمع أكبر قدر متطوعين من شباب جامعة أسيط من جميع الشباب على مستوى محافظة أسيط يكونوا معنا في المبادرة يشاركوا فعلا في المبادرة الرئيسية على أرض الواقع أن نحن نوصل أكبر قدر من الخدمات لجميع أهلين المستحقين في الكرة الأكثر فقرا في أسيط السسب بتعمل جهود في كافة المجالات منها إنشاء المدارس، إنشاء مراكز الشباب طبطين وتأهيل الترع، طبعا جهود توزيع الكاراتين في المناسبات والأعياد وإحنا بنبقى متواجدين مع الناس وبنحس بكل مشاكلهم وبنوصل كل المشاكل للمؤسسة والمؤسسة بتتعامل فورا في أي مشكلة بشكل فردي أو بشكل جامعي بتحلها فورا الهدف منها توعيد الشباب في جامعة أسيط والطلاب جامعة أسيط عن ما يجري فيه مبادرة حياة كريمة ودور هذه المبادرة في الارتقاء بالريف المصري والقرى الأكثر احتياجا الحمد لله تم توعيد الشباب بالمبيدات اللي بتتم على أرض الواقع وإن شاء الله يكون لهم زيارات ميدانية لمشاهدة هذه الأمور طلبت الجامعات المصرية كنا عايزين نوصل لهم إيه اللي حصل في مبادرة حياة كريمة على مستوى كل الجامعات اخترت جامعة أسيط اللي تبدأ النهاردة أول ندوة في 16 أكتوبر عشان الطلب يعرفوا إيه اللي حصل في القرى والنجوة والمراكز من تطوير ومشروعات جديدة وهيروحوا يشوفوا الكلام ده على الأرض الواقع